السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه المساجد فقال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى فهل المقصود بالزخرفة الصور والتماثيل وإذا حدث أن زخرفت بالصور فهل تجد الصلاة فيها الحديث هذا مروعا من عباس صلى الله عليه وسلم من قوله وإذا كان كذلك فإن الزخرفة يراجبها الزخرفة يراجبها الزخرفة المشابهة لزخرفة اليهود والنصارى فأما الزخرفة التي لا تشقل المصلي وإنما تعطي المسجد زيادة في الراحة والبرودة في الصيف والحر والدفع في الشتاء فهذه لا بأس بها ولكن يجب أن لا يبالغ في ذلك كما يفعله بعض الناس الآن تجده يجعل المحراب من الزخارف والنقوش ما يشعل المصلي أو يكون له ثمن باهر نعم فقدر الشيخ وأما الصور فلا يجوز إطلاقا أن يجعل في المساجد صورة لا صورة آدم ولا صورة حيوان نعم 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 نعم